السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك الفيديو اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجلس اليوم جاب لكم طريقة ثلاث طرق مختلفة لازالة الزوم او التكبير في الايفون طبعا الطريقة الاول اذا ما ضبط تقدر تستعين بالطريقة الثانية والثالثة اوكي نروح للشر اول طريقة لازالة الزوم عن طريق الثلاث اصابع هذا اوكي هذا الثلاث اصابع تضغط عليه ضغطتين مزدوجة يعني مرتين خلاص راح يزيل الزوم الحين تروح للعدادات تروح بعد ما تروح للعدادات تنزل تحت تروح لتسهيلات الاستخدام اوكي هنا بتحصل التكبير اضغط عليها والغي تفعيل هذا الخيار خلاص الحين تم ازالة الزوم اذا تضغط على ضغطتين ما بيقبر الشاشة بهذا الطريقة تم الغاء الزوم بطريقة جدا سهلة وبسيط نروح للطريقة الثانية الطريقة الثانية لازال الزوم على الايفون ناس من شوفون هذا هو تم تكبير الايفون شاشة الايفون زوم اوكي كيف تزيل عن طريق الضغط الزر الباور ثلاث مرات او مرتين ثلاث مرات متتالية ضغطتين مزدوجة مرتين مزدوجة ناس مشوفون تضغط عليه ضغطتين او ثلاث مرات خلاص الحين بيعطيك هذا الخيار بثلاث اصابع هذا بهذا الطريقة اسحب بهذا الطريقة راح بتحصل هنا التكبير والتصغير شوفوا تكبير والتصغير اوكي راح هنا بتزيل علامة الصح اضغط عليه مرة خلاص تم ازالة الزوم من الشاشة طبعا في طريقة ثالثة هو عن طريق استخدام برنامج ايتونز اوكي طبعا الشرح في الدسكريبشن ادخل التدوينة هناك الشرح ثبت البرنامج على الويندوز طبعا هذا الطريقة الثالثة اذا ما ضبط طريقة الاولة والثانية تقدر تستعين للطريقة الثالثة هو عن طريق برنامج فيندوز الشرح في الدسكريبشن ادخل في الدسكريبشن واشوف الشرح طريقة ازالة الزوم عن طريق برنامج ايتونز وبس هذا هو المقطع اذا لديك المقطع اضغط لايك الفيديو اذا ما كانت مشترف القناة اشترف القناة وفعل زر بس مع السلام